السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا على كل اللي بيسمعني معكم الاستاذة صفاء من غناة يوتيوب اللي يسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك ويفعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن الحاسوب هتكلم عن الحاسوب اهمية الحاسوب فايد الحاسوب ثم هذكر اضراره الحاسوب هو جهاز الكتروني عجيب ومدهش يسهل حياة الناس ويقدم العديد من الفوائد دي مقدمة لمحة بسيطة عن الموضوع تعريف الحاسوب اه ليس بالضروري ان يكون تعريف دقيق في المقدمة ممكن تعريف غير دقيق اه هنا اطرق بيض مسافة كلمة في بداية التعبير اطرق بيض فارغة يعني العرض هتكلم عن تعريف الحاسوب تعريفا دقيقا الحاسوب هو آلة العصي تكون من الوحدة المركزية وشاشة ولوحة التحكم والفأرة دي مكونات الحاسوب ويستخدم في المجالات المختلفة كالتعليم والطب كالتعليم والطب وغيرها وانجاز البحوث والمشاريع كذلك التواصل مع الاقارب والاصدقاء ومراسلتهم وايضا نستطيع من خلاله تحرير النصوص واجراء العمليات الحسابية وتخزين المعلومات والتصوير والرسم وحفظ القرآن واذا لم يحسن الانسان استعماله يسبب امراضا ومشاكل صحية كالام الرقبة ويدر بالعين ويضيع الوقت ويلهي عن الدراسة اضع نقطة الخاتمة نصيحة بسيطة سطر يعني اطرق بيض نسافة كلمة مثل المقدمة ومسل العرض الخاتمة اطرق بيض نسافة كلمة انصحكم بحسن استعمالي حتى نتجنب الاضرار اضع نقطة تعبير يبدأ ببيض ينتهي بنقطة تعبير تعبير صغير سهل وبسيط عن الحاسوب وديد مجيه عن الحاسوب اه مقدمة بتكون سطر سطرين ثلاثة لا اكثر نكتب كما نشاء في العرض خاتمة بتكون سطر او سطرين او ثلاثة لا اكثر خاتمة جعلناها نصيحة ممكن نضيف شاهد اذا تريد اضاف الشاهد ممكن تضيف شاهد اه وقد خيل كل شي يزيد عن حده ينقلب الى ضده ممكن شاهد برضو يصلح اه نلتزم بعلمات الترقيم الفاصلات ونقطة في نهاية المقدمة او الفاصلة بين الجملة والاخرى فاصلة وهذه فاصلة 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 نقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الخاتمة التعبير اه يعني في حدود واحد اثنان ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة عشر اه احدى عشر اثنى عشر اه ثلاث عشر سطر على حسب خطك يعني ممكن اتناشر سطر او ثلاثة عشر سطر على حسب خطك لو تردوا اه اذا اردتم يعني ثمان سطور او عشر سطور ممكنكم تصغير الخط او اه 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 يعني تلخصوا اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم اه لا تنسونا باللايك والاشتراك ومونت الحلوى للقناة اللايكات والكومنتات بترفع الفيديو اه وبتخلي الناس كلها تشوف الفيديو كمان اه تدعمنا اراكم في الفيديوهات القادمة اعدمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته